بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا اتفقنا ان السعادة دي حقيقة وان ما ما حصل في البيوت وما ما حصل ما بين شركاء الحياة هم قدرين يوصلوا الى التوافق بس ده لازم يكون بارادة الاثنين لما بيجوا لي في الارشاد الزواجي بقولهم ما فيش مشكلة ملعاش حل لو انتوا عايزين تحلوها اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ده لما بنيجي نتكلم عن التوافق الى السعادة وبنتكلم عن مشاكل البيوت وازاي نقدر نحاول بقدر الامكان ان احنا نقول للناس ان مشكلات البيوت ربنا خلقها عشان تتحلب اكتر من طريقة زي كده ما انزل الله داءا زي ما حدث النبي علمنا ما انزل الله داءا الا وانزل له دواء يبقى احنا لازم نفهم كده اي مشكلة في البيوت ممكن ليا حال المشكلة اللي احنا نتكلم عليها النهاردة دي هو اللي بتوجع الناس كتيرا في البيوت كتير من الناس بيعتبروها ملعاش حال وهي في الحقيقة ليها حال وحلول كتيرة ايه هي المشكلة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة الجفوة اللي ما بين الزوجين الجفوة دي بيكون لها اسباب كتيرة بس الجفوة دي هي اللي بتخليه الزوجين كل واحد فيهم حاسس ان قلبه وكأنه في حتة فضية جواه حاسس ان في جوفه مش مليان حاسس ان هو بردان في البيت حاسس ان شريك حياته مش دفء مش موجود حاسس ان هو فاقد دفء البيت حاسس ان هو موجوع وكأنه بينزف حاسس كمان ان هو صوته بيرن في البيت وكأنه عايش لوحده في بيت ما فيهوش لا اساس ولا فيه ناس هيا ده هي ده الجفوة حاسس ان ما حدش بياخد بحسه ما حدش بيسمعه الاحساس ده تحساس الجفوة دي اللي بتحصل ما بين الناس في البيت انا اعرف ناس ابتدوا في الجفوة وعاشوا فيها عشرين سنة عشرين سنة في الجفوة دي الجفوة دي تفضل توسع 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 لغاية ما الناس يبعدوا عن بعض ويحسوا بان هما في جزء منفصل عن بعض طب ايه اللي بيخلي الناس تقع في الجفوة دي ايه اللي بيخليهم جفوة انت عارف ايه قالوا البعد جفى اختلاف الانماط في بعض الاحيين وعدم معالجة اختناف الانماط ده بالحوار بيعمل جفوة الجفوة كمان بتحصل من التراكمات يبقى الجفوة الاول خالص بتحصل من ايه انه يبقى فيه اختلاف في انماط الشخصيات والناس ما بتتكلمش فبينبقى تقربوش من بعض فتحصل جفوة كل واحد فيهم يحس انه التاني مش فهمه ومش ممكن يوصل اليه فتحصل فجوة فتحصل جفوة يحصل بعض والبعد يجيب جفة الجفة يعمل ايه الجفة يعمل خشونة في التعام السبب التاني انه ممكن تلاقيه وتلاحظه بدقة جدا جدا وميسبب الجفوة من بين الزجين التراكمات يحصل تراكمات وما يحصل لاش اي معالجة وحد يزعل فيسيب ويزعل ياخد على خطره وماله هيروق لوحده فتحصل الجفوة كمان فيه احتياجات كتيرة غير ملباه فبتعمل ايه فبتحفر عيه عندها احتياج ان حد يطبطب عليها بعد ما والدها انتقل او ان هي ملعاش اصحاب فعايز زوجها يبقى صاحبها او هو عايز حد يطبطب عليه بسبب اعباء الشغل عنده احتياج غير ملبة وهي عندها احتياج غير ملبة فايه اللي يحصل فالاحتياجات دي تحفر لغاية ما تحفر خندق يكون بينهم وما الاتنين ما يقدروش يعبروا البعض كمان من الاسباب التي بتعمل جفوة في البيوت طول انتظار شريك حياته ان شريك حياته يعبر اليه هما بينهم بعد فكل واحد منتظر التاني ان هو يعبر اليه فتمر الساعة والساعتين واليوم والشهر والسنة وما حدش عدل التاني فتحصل جفوة فيه اللي يحصل فيحصل بعد الجفوة يحس ان فيها حاجات فيهم دبلت وحاجات فيهم وكأنها ما بقاش فيها حياة لان الانتظار بيعمل جفوة وعشان كده الجفوة لازم نعرف ان الجفوة دي اللي جهه بطول الزمن واللي جهه بالتجاهل مش نهاية العالم اللي جهه بالتجاهل يروح بالاهتمام واللي تراكم بمضي الزمان ناخده واحدة واحدة فالجفوة مش نهاية العالم على فكرة الجفوة مش نهاية العلاقة الزوجية فيه ناس بيعتبروا ان الجفوة نهاية العلاقة الزوجية لان هما مبتدين احنا نتجاوز نبقى زي بعض بالزبط مفيش اي فرق بيننا مفيش اي خلاف ازاي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختلفوا والسيدة عائشة لدرجة يقول حضرة النبي اني لا اعرف متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني صاخطة هما يختلفوا لغاية ما يجيبوا سيدنا أباكر يحكم بينهم فالخلاف ما بين البشر ما بين كل الناس موجود فهو مش نهاية العالم يعني فإن اللي حاصل فالجفوة الزوجية مش نهاية العالم دي حالة ممكن تؤدي صحيح اي الحالة دي صحيح الناس بتخاف من الجفوة الزوجية ليه لان ساعات بتأدي الى الملل من الزوجين وممكن تؤدي كمان الى وهم الكراهية ده بيكرهني دي بتتكرهني هو لو ما كانش بيكرهني ليه بعد عني كده هو بعد عنك لان هو في الحقيقة مش حاسس ان انت عايزة تعيش معاه حبيب وحبيبة انت مش عايزة تعيش معاه على انك صدقته هو كمان هي بعيدة عنك لان هي حاسة ان انت طول الوقت بتبعد عن اهتماماتك وعن حياتك فبعدت وحصلت الجفوة دي وكل واحد فيكم بيقول عن التاني انه كأنه ما يعرفوش وعشان كده من اهم علامات الجفوة دي حاجة انا بسميها البرودة المنزلية كل حاجة تبقى في البيت بردة او بيتة ما فيهاش اي احساس ما فيهاش اي دفن او ان يبقى فيه ظاهرة تانية او فيه علامة تانية بتدل على الجفوة ما بين الزوجين يبقى بيتين في بيت يعني ايه بيتين في بيت بيت وكأنها هي عايشة في بيت ليه نظامه وليه ترتيبه وليه احتياجاته وليه الطريقة اللي بيعيش به وحالة فكرة وليه الستايل لايف يعني ليه طريقة العيشة بتاعته وهو ليه كمان بيت تاني انا لما باجي اتأمل هذه الظاهرة بشوف حضرة النبي ازاي قدم لنا علاج وازاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بهاديو المبارك واحنا دايما لما بنقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقرأه بسعة شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تصف زوجاته ان هو كان في مهنة اهله يعني ايه كان في مهنة اهله ان هو كان مندمج في الاسرة فإحنا في أسرة واحدة مندمجين في أسرة واحدة مندمجين في كأنا واحد ده إحنا كمان ممكن نقول مندمجين في جسد واحد فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله عشان يبقى نفس الاهتمامات واحدة وإحنا في نفس مشاركين لبعض في الأعمال كلها فما تبقاش في جفوة يبقى الجفوة ممكن تحصل بسبب أن الناس علامة الجفوة الأولانية برودة المنزلية العلامة التانية بيتين في بيت التالتة العلامة التالتة هو الاستغناء الاستغناء الذاتي يعني الاستغناء كل واحد يستغني كل واحد من الشركاء الحياة يستغني بنفسه عن الطرف الآخر ايه اللي حاصل حد حاسسناه على فكرة ولازم نكون نتكلم بصراحة اذا كنا عايزين نحل لما بيسألوني من اكتر الناس اللي بتعرضوا للجاف والزوجية المستقلين الزوجة المستقلة اللي ساعات كتيرة ما بتقدرش الدير استقلالها ده واستقلالها كتير من الاحيين ما بيبقاش في مصلحة حياتها الزوجية لان الاستقلال ده ليه محسن كتيرة بس كمان لازم نعرف ان الاستقلال ده ليه ادارة زي اي صفة عند الانسان لازم يدرع عشان يحقق اعلى عائد كماذا جاءت كذلك الزوج المستقل واحد طول عمره بيخدم نفسه وبيعيش مع نفسه ففي اوقات كتير استقلاله ده يعمل جفوة ما بينه وبين زوجته وعشان كده الاستغناء استغناء طرف عن الطرف ده علامة من علامات الجفوة الزوجية وبتبقى الجفوة دي مبرر في كتير من الحياة انا اسف انا اقول لي خلاني صحيح اتكلم عن الجفوة نفسه عايشين بجفوة دي اتبقى لعشرين سنة عارفين ليه؟ لان من اعلى الاسباب في ترتيب اسباب الخيانة الجفوة الزوجية ما تستعجلوش اسمعوني الاو الجفوة دي من اهم مبررات الخيانة عند الطرفين عند شريك الحياة فلما حد يلومه يلومه حد يقوله انت خلت ليه؟ يقوله ايه؟ يقوله ببساطة جدا انا اخلت لاني في الحقيقة لان زوجي بعيد عني لان زوجتي بعيد عني فهو ياب مبرر الخيانة ايه؟ مبرر الخيانة البعد الجفوة وعشان كده الكلام عن الجفوة كلام مش كلام سانوي ده كلام في صلب المشاكلة الزوجة احيانا بتقول احنا لو تكلمنا الكلام ما بيستمرش الكلام بيبقى على قد للقد حتى لو مدحني بيبقى متح بارد متح بسميه متح التملق مجمرة باردة ولا ليه اي سبب وكل ما اتكلم معها تعتبرني بعمل ايه؟ بانتقدها ومش قادرة تفهمني الزوج بيقول انت مع اهلك زي السامنة على العصر ومع ناسك على افضل ما يكون اما معينا فلا وهو نفس الكلام بيقول كده ده بقى مستوى تاني من الجفوة ان الجفوة قدت الى ان الواحد يدور له على ناس تانية يستغني بيها عن يملى الدفء اللي هو افتقده فبيكون اعلن ان الجفوة وصلت الى مداها فإيه اللي يحصل؟ فيعيش مع الطرف التاني وشريك الحياة يحس كده بقى يحس ان بقى له حد تاني بيتدفى بيه حد تاني عايش معاه وتركه وعشان كده فيوقات كتيرة الزوج يقول انا مش حاسس ان انت زوجتي كل ما اكلمت كلمة تفهميها غلط لدرجة اني مش عارف اتكلم معاكي وبخاف اتكلم معاكي فنلاحظ ان في مجمل كلامهم ان كل واحد لما بيكون لواحده بيكون مرتاح اكتر من لما يكون مع شريك حياته فاحنا بنحترم بعض بس مش عارفين نعيش جوه بعض او مش عارفين نعيش مع بعض النظر للطرف الاخر باستعلاق كمان بيكون احد الاسباب لهذه الجافة حتى لو كان النظر بالاستعلاق ده ركزوا معايا شواء يا لان الكلام انا بكلملكم الكلام اللي بيتقال كتير في جلسات الارشاد الزواجي كتير الازواج يقولوا ايه يكون الاستعلاق ده مش لازم الاستعلاق يقولها انت بنت مين لكن ممكن يبقى فيه استعلاق زوجي يعني استعلاق من الزوج بان هو يقول عليها طيبة او سازجة سازجة يعني ايه طيبة او سازجة ومعندهاش فكرة يعني هو بيقول ايه انا من حقه فيه جفوة فيه ايه فيه بعد ثقافي ومعارفي وحياتي بيني وبينها وحلى فكرة مش لازم يقول كده بالسانه ممكن يكون بيقول كده جواه فتحصل الجفوة دي لكن شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في علياء 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 البشرية والانسانية فيقول لي السيدة عائشة ايه اني لا اعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني سقط ما بيطلق لاش فرصة ان هي يبقى فيه جفوة بينهم لحسن تحس ان ايه عشان حضرة النبي حضرة النبي بجماله وكماله ونوره وبهاءه يعيبقى فيه جفوة بينهم لا حضرة النبي يقول لها كده ويقول هو اللي يعني هو اللي يقول ان هو اللي بيحباه وحضرة النبي كمان السيدة عائشة تسأله وبعد ما قالها ان حبك في قلبي مثل العقدة فكل شوية تسأله السيدة عائشة شوف شوف كمان السيدة عائشة منتبهة تقولوا ما حالوا العقدة يا رسول الله فأقول لها كما هي ما فيش جفوة عشان كده لازم نعرف ان احنا بنشوف الطرف الاخر بأي عين لان هيبقى فيه فرق كبير حسب العين اللي انا بشوف فيها شرك حياتي هشوفه بعين الرضا ولا هشوفه بعين السخط فعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي لك المساوية وساعتها لما بتكون في جفوة الحساسية بتزيد والجفوة كمان بتزيد في انفعالات كتيرة بتحصل من الزوجة على فكرة بيكونش بقصدها حتى الجفوة بتكون حتى في الانفعالات طبعا بيكون محل اكتر حد بيحس بالجفوة دي الاولاد هي تتعصب على الاولاد وهو يتعصب على الاولاد عشان بينهم جفوة وانا دايما بقول للازواج لما تلاقي زوجتك بتنفعل هي بتنادي عليك عشان هي حاسة ان انت في مكان بعيد فلما بتنفعل هي بتنادي عليك مش عايزة تزود الجفوة اللي بينك وبينها وعشان كده ده ويبدو ان داوة اللي فيه محاضرة النبي لما السيدة عائشة كسرت الصفحة بتاعت السيدة حفصة فرسول الله سلم تبسم وعرف ان هي هي حاسة ان هي في حد بينتهك خصوصيتها فهي عايزة تحفص على خصوصيتها انت معايا يا رسول الله محدش تشاركني فيك دلوقتي فحضرت النبي عليه ظارت امكم عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان عايزة يحاسة السيدة عائشة ان هو فهمها وان ما فيش جفوة وان هذا التصرف وان كان تصرف مش مناسب لكن هو مش هيعمل جفوة هي بحضرت النبي صلى الله عليه وسلم فهمها ان هي حبيبته وان هو فهمها في حاجة في الجواز بتسهل الانتماج وان كل واحد يتيح نفسه للاخر يعني ايه يتيح نفسه يعني يحسس الاخر ان هو جاهز ان هو يندمج معاه جاهز ان هو يكلمه عنه جاهز ان هو يسمع منه رأيه فيه مش قصدي ينتقده لكن جاهز ان هو يقوله انت زعلان ليه كلمني عن نفسك جاهز بيتيح نفسه لده يقوله انا عايز اعود معاك اشكيلك عايز اعود معاك اكلمك الاتاحة دي اللي بتعملها الزوجة مع والدتها وبتعملها الزوجة دي مع اختها ومع صديقاتها الاتاحة دي لازم تكون جاهزة ان هي تعملها مع زوجة والزوج كمان الاتاحة اللي بيعملها مع اصحابه على القهوة او اصحابه في اي مكان او حتى اصحابه في العمل يبقى جاهز ان هو يعمل كده الاتاحة دي مع زوجته لان ده لان الزوجة هو امن شخص ممكن تعمل معاها الاتاحة دي وتمارسها الراجل لازم يكون للست عبارة عن باب مفتوح عشان تقدر تتيح في نفسها وهي مستورة لان هو شخص هو اقرب الناس اليك مش عدوك وعشان كده هو امن الناس عشان تشوف في نفسك بامان لا هيكزب عليك ولا هيستغلك هي الناس اللي بينهم اللي بينهم جفوة ما بينفعوش لبعض سؤال بيجي لكتير هو احنا بقدر حصل بيننا الجفوة دي يبقى احنا كده خلاص انتهت القصة وخلاص احنا بعدنا عن بعض اوي اوي يقول لي احنا بعدنا عن بعض اوي 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 وهي تقول لي احنا بعدنا عن بعض اوي اوي اقول له بتكرهوا بعض يعني انتوا بتحسوا ان كل واحد فيكم أذى التاني إزاء مش ممكن أبداً يتداوى بعض الأحيان بيقولوا كده بس هو في الحقيقة يعني ما بيقاش الكلام كده خالص لا طبعاً ما ما حصلت الجفوى دي أي جفوى ممكن تتردم أي خندق ممكن تتجاوزه وأنا بقول كده للناس بس احنا محتاجين نتعلم شوية مهارات وأهم المهارات اللي احنا لازم نعملها عشان الجفوة دي تتسد تلات مهارات المهارات الاولى هي مهارة الامتنان الخاص ان انت تعمل امتنان للزوجة انت مش بتعمل امتنان لواحد معاك في الشغل ولا بتعمل امتنان لحد عملك حاجة في الطريق انت بتعمل امتنان لحبيب لحبيبتك لشيء حياتك اكتر حد تسمع فيه حديث رسول الله عليه وسلم الرجال وشقائق والرجال زوجتك واكتر حد تسمع فيه هذا المعنى هو زوجك استمتع بانه هو شقيقك استمتع بانه هو ملتحم معاك وعشان كده احنا لازم نفهم ده بشكل واضح يبقى احنا لازم نمتن وخاصة لو كانت الشخصية بقى مستقلة بيبقى غزاقها الامتنان ولذلك دي اول مهارة لازم نتعلمها لازم نتعلم مهارة الامتنان حد يقول لي مهارة الامتنان ايوة لان دي مهارة الامتنان مش انك انت تقول شكرا بس لان الامتنان انت تقول لحد ان انت ممتنله يعني سعيد ووصل الفعل بتاعه الى مبتغاف قلبك فقربكم من بعض فبتقوله انا ممتنلك لانك انت انت ادخلتني في مكان خاص في حياتك واسعدتني سعادة خاصة فالامتنان اللي انا بمتنه ليك ده ده بيفتح باب لعلاقة خاصة والخصصية بيننا وبينك بيني وبينك يبقى ده باب لامتنان ايوة المهارة الامتنان ايوة المهارة التانية ايوة مهارة الحوار لازم نتعلم الحوار اوقات كتيرة بيبقى الحوار هو الحل في مسألة الجفوة دي ان احنا نتكلم وساعات كده بنقول لهم فيه خمسية اللي هي خمسية التعارف لان الله سبحانه تعالى خلقنا من ذكرنا انسة واجعلنا شعوبا وقبائلا عشان ايه عشان نتعارف ذكروا انسة يبقى ايه يبقى احنا ممكن نتعارف نتعارف ازاي بقى اول حاجة لازم كل واحد يعرف نفسه انا لازم اسيب شريك حياتي يعرف نفسه زي ما هو شايف نفسه وبعدين انا اتعرف عليه وبعد كده يحصل بيننا اعتراف ان كل واحد نتفق على ان انا معترف ليك بان انت طيبة وانت حريصة على بيتي وانت عفيفة وشريفة وانت نسانة لازم اعترف وهي كمان لازم تعترف بالمحاسن اللي فيه يبقى كل واحد يعرف نفسه والتاني يتعرف عليه وبعد كده نعترف وبعد كده يبقى بيننا معروف يعني ايه يبقى بيننا معروف بيننا منتج بننتجه من احسن ما فينا ايه ده يعني الشيء المشتاكل اللي يطلع مننا هيكون شيء مهم جدا لما نتحاول ولازم التحاول ده بالثلاثية لانا دايما بقولها لكم لازم افهم شريك حياتي زي ما هو بتكلم مزي ما انا عايزه مزي ما انا فاهم مزي ما انا فاهم ولازم كمان ببساطة خالص اننا اتفهمه يعني اعرف ده وفعه وعمل كده ليه واذا حصل بيننا خلاف يبقى احنا لازم نعمل ايه نصل الى مسألة التفاهم نصل الى قضية مشتركة تعالوا نتفق على ان الفريضة اللي مفروض ان احنا تكون في بيتنا كلنا هو الحوار لازم نتحاور وعشان كده فيش وقت حاجات كمان لازم نقولها اول اجراء عشان نخلص على الجفوة نصف ساعة كلام كل يوم اللي عندهم جفوة يكونوا رجالة زي ما بيقولوا يدخلوا في قولي تعالى من المؤمنين لان الرجال صدقوا مع عهد الله عليه انتوا عقدتوا بعض لما تجوزتوا ان انتوا تعيشوا بالمواد ده والرحمة يبقى انتوا محتاجين ايه محتاجين تمارسوا المواد ده والرحمة تعيشوا المواد ده والرحمة يبقى نصف ساعة مش خسارة في قلب لو انت كنت سبب في فرحته ربنا هيخليك في اعلى درجات الجنة ويفتح عليك ويبارك لك في بيتك واسرتك لان اللي بيفتح قلب شريك حياته على السعادة ربنا بيبارك له في رزقه ويكمان يسعده يبقى نصف ساعة من الكلام عن المستقبل والسعادة حاجة تانية ودي حاجة مهمة جدا جدا لازم ندور على اعمال مشتركة نعملها مع بعض نقرأ كتاب نمشي مع بعض نعمل عمل خير مع بعض بس اهم حاجة لازم نعمل حاجة مع بعض والحاجة دي ما تبعدش عن اسبوع لازم نخرج مع بعض على الاقل مرة كل اسبوع نخرج مش لازم نتعشع عشان ما حدش يقول انت عتكلفنا ليه نبي كان دايما السيدة عائشة تخرج معاها وتسافر معاها فلازم نخرج مع بعض مرة كل اسبوع على الاقل الحاجة التالتة لازم كل واحد فينا يمتن للاخر يمتن للاخر ايه يبعط له اذا ما كانش قادر يمتن له مباشرة يبعط له رسائر يقول له انا بشكرك وبحمد ربنا على وجودك في حياتي انت وجودك في حياتي يا سد علي ابوه بشر كتير وحاجة تانية لابد ان احنا نعملها انا حاجة بسيطة خالص ما فيش منع من المنغشة من الكلام اللي فيه دلال من الكلام اللي فيه حالة من حالات المحبة حالة من حالات بيان ان انا بحس ان انا في امان فاتدلل عليك واتدلل عليك كلام كده فيه دلع فالكلام ده مهم جدا جدا وزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه ينادي على السيدة عائشة يقول له يا عائش فلابد أن احنا نعمل كده وفي الآخر خالص احنا لازم طول الوقت نكون مع بعض وما نسيبش أبدا أي حالة من حالات الجفوة تبتدي ولو ابتدت ما نستمرش فيها ولو قدمت نتخلص منها شيئاً فشيئاً الجفوة بتروح وتيجي السعادة ويجي التوافق وتيجي المحبة المحبة على فكرة بتزيد حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإيمان يزيد وينقص والإيمان محبة إذن المحبة بتزيد زي ما بتنقص الجفوة صحيح قلة محبة بس احنا لو عملنا الإجراءات اللي احنا قلناها دي هتزيد المحبة وما تصدقش اللي بيقولك ابعد حبة تزيد محبة قرب حبة الله سبحانه وتعالى يقزب في قلبك المحبة يا رب قربنا من بعض وابعد عنا الجفوة وجعلنا دايما من أهل النعمة وجعلنا دايما من أهل المحبة يا كريم يا ودود يا رب العالمين فاصل ونرجع تاني لحضراتكم عشان نستقبل أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ومن خصص لها وقت عشان نجاوب عليها ونبتدي أول سؤال معنا في حلقتنا النهاردة مع أم عبد الرحمن من الإسماعيلية أم عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ذلك كنت عايز أسأل حدك تات أسئلة صغيرين قوي في الصلاة تفضلي آآ كنت عايز أسأل حدك يا فاندم هو ينفع أن أنا أصلي في البيت بيجامة بيت واسعة وطويلة وطوب بتاعها طويل طيب وده لازم أبقى لسه أسدال طيب ده السؤال الأولاني السؤال الثاني أنا كنت بصلي المغرب وصرحت في التشاهد الوسطاني وسلمت يمين بس نسلمت الشمال افتكرت على طول حتى قيمة من وقت ركعت تالتة وصرقت سجدتين نساهه وسلمت كده المغرب ده محسوب وده لازم أعيده السؤال التاتي مولانا هو دلوقتي بالنسبة للفترة الحيد أنا هقطع الصلاة إمتى لأن أنا ممتي بتقولي لازم يعني إيه واحدة سنة لما تشوف مثلا دم كتير مش من أول نقطة فمعيش أن أسأل كتاية أحدك وأنا هقطع الصلاة من إمتى طيب بص يا ستي أول سؤال بس السؤال المغرب بس أنت سلمتي بعد سلمتي باع من الراكعة التانية وبعدين رجعت جبت الراكعة التالت صح كده؟ آه بس ما كملتش السلام يعني مكملتش كله ما فيش مشاكل بس أنا بس أتأكد أن أنا سمعتك صح أول حاجة يجوز لك أن أنت تصلي بالبيجام إحنا ما بنقولش الناس صلوا بالبيجامة لكن يجوز لكن لأن هذا إحنا شرطنا في الصلاة أن يكون البدن كله مستور إلا الواجه والكفين بالنسبة للمرأة يبقى أنت لو كان البيجامة سطرة الجسد كله إلا الواجه والكفين فصلتك صحيحة وليس فيها شيء أنا عافية من أن أنت بتقول أن أنت هتلبس ببيجامة وكمان هتلبس طرحة على شعرك عشان تبقي سطرة كميع بدنك فإذا كان الكلام ده فصلتك صحيح ما يهمناش بقى أنت لابسة ببيجامة ولا لابسة إسدال أهم حاجة أن أنت لابسة ما يستور بدنك إلا الواجه والكفين فصلتك على هيئة اللي أنت قلتها دي صلاة صحيح الأمر الثاني في صلاة المغرب اللي أنت عملت دي صحيح أنت سلمت حتى لو سلمت سلام واحد وما سلمتش السلامين فأنت زودت حاجة في الصلاة وكمان سهيتي فسلمت من الركعة التانية فعشان كده ده محتاج أن أنت تجيبي ركعة عشان تتمي ركعة الصلاة وتسجد للسهو قبل السلام خليكي سجود دايما للسهو قبل السلام وسجود للسهو قبل السلام عشان تجبري ما وقع من زيادة في مسألة الصلاة إمتى إمتى أنت بتتوقفي عن الصلاة مع الدفقة اللي بتحصل من الدم لما يحصل في حيض فلما تحصل دفقة من الدم فيها حيض يبقى أنت هتمتني عن الصلاة مش لازم يبقى الدفقة دي دم غزيل بشدة لكن بمجرد ما يخرج دم هذا الدم يكون دفقة فيبقى خلاص أنت عليك كده خلاص أنت حصل الحيض وعليك أن أنت تنتنع من الصلاة معنا كمان الأستاذة أميرة من إسكندرية أستاذة أميرة أيها السلام عليكم سيدنا الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت سيدنا الشيخ قلت تقال حضرتك على حكم يعني أن زوجي عايزني يعني الوشم أو التاتو داوت بس ما حد يشوفه غير الزوج بس مش باين أو عليها في جسمي بس هو مش باين غير بس زوجي بس هو اللي يشوفه فهل دا حرام ولا لأ بس يا ست القضية الوشم مش هي قضية إن حد يشوفه وحدش يشوفه طبعا الست لازم تستر بدنها وما يظهرش منها غير الوجه والكفين ولازم تكون هي سترة العورتها فهي إحنا نتكلم على سترة العورة فسترة العورة دي سؤالك مش في سترة العورة سؤالك هل يجوز إن أنا أعمل التاتو عشان زوجي شايف إن داوت نوع من أنواع الجمال إن أنا عايزه أو نوع من أنواع الزينة دي يا صح في حالة واحدة بس في حالة واحدة إن يكون إيه إن يكون دا مش مخلوط بالدم يعني دا مش بالإبر اللي بتخرج منها دم ثم نحبسها عشان داوت عايبقى الدم ناجس في عايبقى داوت ممنوع عشان النجاسة مش ممنوع عشان ما ينفعش أتزين لزوجي بده فإذا كانت المسألة بعيدة عن ده في بعض الحاجات التاتو داوت بتعمل عن طنيق حقن مادة صبغية في الطبقة الأولى من الجلد ما بيكونش داوت من خلال إخراج الدم إذا كان هذا النوع فيجوز آه عمل دا للزوج لإن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن استطعت المرأة أن تخرج عينها فتزينها ثم تردها لأجل زوجها فلتفعل فيجوز إن أنت تعمل الكلام دا إلا طبعا إذا كنت أنت مش عايزة يعني أنت إذا ما كنتش مش عايزة أنت بتسألين هيجوز ولا ما يجوز فيجوز يجوز إذا كان هو من الحان بالمادة الصبغية وليس من قبيل الوشم اللي بتعمل عن طريق إخراج الدم ثم كتم الدم باللون اللي بيحصل معاه إن يفضل الدم داوت منجس الجلد فساعتها هيكون الوشم داوت ممنوع وحرام يبقى الوشم اللي ممكن يكون مباح وساعتها هيبقى داوت نوع من أنواع صبغ الجلد وليس من الوشم المعتاد اللي موجود اللي بنعمله الناس بيهي عبر الدم معانا أم حسان من القاهرة نعم وفضل الحمد لله الحمد لله ربنا يكرمنا جمع يعني يا رب يا رب طبعا أنا عمزة أسأل حضرتك على حاجة أنا عندي ستين سنة أنا عندي مش الحاجة لي أنا أنا بسأل لي بنت أخ بتجوزها من وهي ستاشر سنة وخلفت ولد عمزة ست سنين بس من الساعة ما تجوزت لحد الساعة دي جزها كان تعير يعني ممسك قوي يعني يعني بخيل يعني جدا جدا يعني الأبعد ما تتخيل حضرتك وبعدين والدها الله يرحمه لسه مئة بقاله أربعين يوم الله يرحم الله يرحم يا رب فكان هو المعين ليها إنه هو تابعا جدا يعني هو هو اللي كان بيكمل مصروف البيت عشان يعني هو اللي كان عشان يعني 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 لدرجة إنه هو جابها عنده أعادها عنده وكمل معاها فدكتور دلوقتي إحنا عرفنا عنده إنه هو كمان ممكن بيكون بياطة عاطة حاجات وبيديه مصروف ريل جدا وبعدين دلوقتي هي عندها 22 سنة أنا زوجي هو دلوقتي اللي اعتبر في مأم مثلا عمها عشان يعني ما فيش غيرنا يعني طب ومحسام أنت عايزة تسألي عايزة تسألي أن أنت ممكن تديها من فلوس الزكاية يعني لا 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 يا دكتور لا هو دلوقتي مصممة على المتصال هل أنا لو كلنا ما عودينها عن موضوع ده لأن إحنا شايفين إن الحالة يعني يؤسى لها معايا درجة إن والدها اللي جات وزبحة بسبب كان فيه مشكلة بينها وبينه بينجوزها وبيكلمه وقع ساكت مات يعني يعني بصي بص عشان أقولك حاجة بس يا حاجة محسام اتفض هو في الحقيقة أبوها اللي هو أخوكي طبعا ايه مش كده أخوكي أخوكي مات بأجله مش مات مش مات بسبب الزبحة اللي هو موته بيها لا ما بلاش بلاش نعمل كده لأن ده يعني خليها هي تحس وتدفعه فاتورة موت والدها اللي هو كان سندها في الحياة فبلاش كده طيب فتعالي فتعالي نقول إن هو الشخص ده عنده هذه الصفة عليكم أنا أزف عن وطع اه اتفضل اه شاكرا جليل نعم وفضل الحمد لله مين حضرتك الله يخليك أنا أعتبر دلوقتي كده البنت ديت هي بنت خالية رحمة الله عليه وما كانش زوجها سبب الوفاء لها الحاجة ده كان قضاء الله وإحنا نبهناها للنقطة ديت وجمعنا بيهم في منزلنا في قعدة تمام والهدف الإصلاح زي تلبي تمام ما فيش أي حاجة فين بقى السؤال السؤال بقى فيه بقى متضرطة عن الشخص ده أولا الراجل ده بيشرب سجير بيدخن حشيش بيشرب حاجة تانية معاه بيصرب فلوسه كلها على نفسه ممكن يبعتش الابنه أربع تيام أو خمس تيام فلوس يأكله ويشربه تمام هاتك عرض هاتك العرض أزاء يعني أنا مش بكش في ستر لا ده هو في بيتنا في منزلنا ماشي قال أنه هو يعني اختلى بأختها كمال يعني أخت بانتخالي تمام فأصبح هنا واقع ما بين الاختي بس يا سيد حسام بس يا سيد حسام اتفضل أنا عايز بس أقول لحد ذلك حاجة في الأحوال اللي زي دي المسائل اللي فيها تفاصيل زي دي أنا ما أقدرش أسمع من طرف واحد بنت خالك عايزة تروح تتطلق من جوزة أي حد حد يكيك يكلمه في مسألة فيها تفاصيل زي دي ويجي على هوا يقول لحد روح تطلقي يبقى الراجل ده مش أمين لأن المسائل دي اللي بتتعلق في الإرشاد الزواجي انتو مش طالبين مني فتوى فقط انتو طالبين حاجة كمان لازم تكون في الإرشاد الزواجي يعني لما نيجي نتكلم عن انفصال مع حد بخيل فاحنا لازم نتكلم عن انفصال آمل فما نجيش احنا نحط بانتخالتنا في وضع احنا محدش ممكن يكون عايز تحمل ان هو يكفو لمرأة منفصلة ومش ده المبرر ان هي تفضل في جوازة ما فيهاش مقاومات السعادة الزواجية لكن احنا بينا وبين الانفصال ثلاثة إجراءات أساسية وساعات بيزيدوا الخمسة اول إجراء ان هما لازم يجلسوا جلسة مصارحة تاني إجراء ان يتدخل الحكماء من اهل الاسرة تالت إجراء ان هما يروح للخبراء لكن فكرة ان حدي يشير على حد بان هو آه من حق وان هو يروح ما حدش قال ان المرأة متضررة من الجواز مش من حق آه نياتي روح تطل لكن انت بتسألني بخصوص بنت خالك بنت خالك دي انا لازم اسمعهم من الطرفين عشان ما جايزي اخي يكون فيه مدخل ولا مخرج ولا ينفع ان يكون فيه حل ما احنا لسه في الحلقة النهاردة بنقول ان ربنا بيخلق المشكلة عشان تتحل بأكتر من طريقة وعشان كده ما قدرش اقولك ان هي من حقها ان هي تنفصل لا من حقي انا ان انا اشوف الطرفين فخلي الطرفين يجون على مركز الاشهاد الزواجي في دار الافتاء المصري محدش قال لحد يفضل يعيش حياة عذاب بس محدش قال ان هو نفتح له باب عذاب بعد كده عشان نتأكد ان احنا الانفصل ده مش بنفتح له باب عذاب ده لازم نقيس لازم ندرس لازم نشوف التفاصيل ممكن انتوا عشان انتوا حاسين ان دي بنت خالتكم بنت خالك وانتوا عايزين تحموها من الازى اللي بيحصل لها ممكن المشاعر دي الحياة لا تضارب المشاعر فقط ولكن الحياة تضارب الحكمة وعشان كده لازم نشوفهم امه الاثنين معانا السيدة المعادل تتفضل معانا السيدة المعادل تتفضل وعاك 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 وانت طيبة انا بس بتمنى على حضرتك حاجة المعادل بس نوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت عادل عادل انا وطيت التلفزيون هو انا بس اسمع حضرتك الله يبركلك ويزيدك علم وايماني بركتكم يا فأنت انا ابني بيعقني وبيكفرني وبيمسك لي السكينة وفو وانا عندي سبعين سنة هو مدمن ولا حاجة؟ ايوه وقوست وصرفت عليه وعملت له كذا مرسوع مدمن من كم سنة يا حاجة؟ من من هو دلوقتي عنده سبع وتلاتين سنة مش متجوز؟ متجوز وطلق مرات وخلف منها ولدين ما اكيد عشان عشان الحياة اللي هو صعبة اللي هو بيعملها ده؟ اه دلوقتي بيقول لي انت ربطاني انت ازياني انت سحراني انت كفرة انت بتعمليلي سحر وانا بصلي وبصوم اللي اتنين والخميس وعملت عمرتين وقدت شايلة ارسين عشان اروح احجي بهم جوزتوا بهم وعملت له كذا مشروع وخسر فيه طيب يا حاجة حاجة اه هو طول عمره كده بيتشكى وبيتظلم كده؟ من ساعة متجوز الست دي فقارته طيب انا انا عقولك تعملي اه حاجة معادلة عقولك بس بس اسمعيني يا حاجة معادلة لو ابنك بيقعد يقول يقولك كده انت سحراني وانت عملالي وانت مسويالي مليش دعب بمسألة السحر لكن اذا هو حس ان انت بتتأمر عليه ابنك بسرعة محتاج ان هو يروح لطبيب نفساني يبقى حادث النبي عليه قتلهم قتلهم الله انما شفاء العيش السؤال المريض يتعالج لو هو شايفك ان انت بتتأمر عليه هو محتاج ان هو يروح لطبيبه بسرعة يبقى هو ايه اللي حاصل دلوقتي ان ابنك محتاج طبيب نفسي لان هو في الحقيقة اللي عنده ده ومحتاج ان حد يجلس معاه ويحلله مشكلتين تلاتة عنده بسبب ان هو حاسس ان هو مظلوم وان هو ضحية وان كل الناس ويفوا اصاده ومحدش بيساعده فهو محتاج طبيب نفسي وما تسيبهوش لنفسه لان هو في الحقيقة ممكن يكون بيتعاطى عشان هو حاسس ان هو لما بيتعاطى بيخرج من حالة المظلومية ومن حالة ان هو كل الناس وقفين ضده فعشان كده هو محتاج طبيب نفسي بعصر على وقت ممكن حاجة معادل استاذة سابرين تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا فاندم ربنا يكرمك واسؤال عسر يا فاندم تفضل سيدنا رسول جلال صلى الله عليه وسلم قال كل من نبت من حرام فالنار اولا بيت انا عايز احس بالخشوع وحلاوة الامان في الصلاة وبصلي ولله الفضل والحمد بس الحج الله يرحمه كان يعني بياخد فلوس من خلال وزيرته الحكومية وكان اكلنا وشربنا من خلال الدخل بتاعه ده فهو ده ممكن يكون اثر اني انا مش حاسة بالخشوع وحلاوة الامان اني كان المنبك من حرام لا 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 خالص العالم احساس لا تزيل وزيرته وزيرته اخرى انت اللي عندك دوت سببه حاجة تانية بس سببه ان انت بتحسي بالوحدة والوحشة فمش قادرة تدخلي مع ربنا في حالة من حالات المحبة والود وانت حاسة ان ربنا محقلكش مرادك ايوة يا فندم فعلا طيب مال بقى بابا لا انا بقول ده يمكن سبب وعشان كده قلتلك ده مش يمكن انت المشكلة عندك انتي طيب يا فندم انا بقى يعني انا بقش انتي سنة كم سنة استاذ سابرين خمسة واربعين متجوزة؟ او لله الفضل والحمد طيب عندي كم عندي كم من الاولاد انا عندي ثلاث اولاد المسألة سهلة المسألة سهلة يا ستصبر بس عشان ما خشش في تفاصيل مع سيادتك عشان وقت حضرتك بس حارتك بتحب السؤال يعني انا بتبعك حارتك بتحب السؤال بس يا فندم انا يعني او الولاد سافر برا وبعد ما سافر برا ابتدى ان هو يتجاوز حاجة اسمعي يجاوز المطعة اللي يعني خلق كل ثلاث شهور فانا مفصلت ورمالي الاطفال دولة وانا ربيت والله الفضل والحمد معي محامية اتجاوزت ومعي ولد في ربع كلية تجارة جمعتين شمس ومعي بس انتي بس انتي بس انتي بس انتي اسمعيني بس يا ستصوري بس انتي ما انتي اللي حاصل عندك ان انتي وكأن حاصلك هزة قيمية هو الناس الكويسين اللي بيقوموا بواجبهم كده ويتعبوا يتغدر بيهم كده ده هو يا فندم كمان طلع عليا ان هو اللي انا قلته صح ايوة يا فندم انت حارتك بتتكلم صح بس يا فندم هي هو كان عايز يرجع ولما محبتش ارجع طلع عليا كلام مش مزبوط بس ربنا اقرمني وفضل الله اشتغلت وعلمت وربيت وكبرت وتمامت تمام طب ما انت بقى طلع هو انت زعلانة من ايه بقى اقرم الجعلان انا حاسة ان انا يعني اتضغط اقولك حاجة اقولك حاجة تخليك تحس بالخشوع في الصلاة اول حاجة بس انت دلوقتي في مشكلة اساسية احد اشكال ونركز شوية في اللي انا بقوله ده احد اشكال احساس الناس بنعمة ربنا احساسه بنعمة ربنا في اللي حواليه فلما يحس ان واحد ازاء او هانه او منعه يحس ان ربنا سبحانه وتعالى ليه مش منعم علي ومع ان احنا ممكن نفكرها بطريقة تانية خالص انت خدت قرار وانفصلت عن زوجك لان انت حس ان هو بياخدك لتح وبيئزيك وبيخلي حياتك تعيسة فاخدت القرار ده وانت شايفة ان انت ارتحتي لما اخدت القرار ده طيب ربنا رزقك الهداية ورزقك ان انت تكون من اهل البصيرة واخترت ده ايه بقى اللي مزعالك مزعالك ان انت حس ان انت محتاجة مساندة انت محتاجة مساندة مش قادرة تحسي حسة ان انت وكأن حياتك ترمت في الارض واحد خلاكي عشت حياتك كده وبعدين حست ان حياتك مرت وما حصلتيش على حاجة فانت حسة بان حد سرق منك حاجة فحسة ان انت اتحكم عليك ان انت تعيشي وحيدة بقيت حياتك وخاصة بعد اولادك فبتخش على ربنا بالوحدة بالكآبة وعشان كده انا منصحك تعملي ثلاث حاجات عشان تزوقي حلوة الصلاة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي سيدنا بلال وكلمه عن الصلاة قال ارحنا بالصلاة يا بلال فلازم تتعودي ان الصلاة ما بتدخلش كده كأن انت حصل في حاجة لازم تعمليها في الوقت ده فبتدخل الصلاة دي لازم مع كل صلاة تدخلها بمعنى مرة تدخل في الصلاة وانت بتتزللي الى الله وتبيني ربنا قدي ايه انت مفتقرة الى حنانه وقدي ايه مفتقرة الى وده وقدي ايه مفتقرة الى عطاياه ومرة تاني تدخل الصلاة وانت حاسة ان ربنا سبحانه تعالى اكرمك وانعم عليك فتدخل على الصلاة وتبقى الصلاة ديت وكأنها صلاة شكر ومرة تدخل على الصلاة وانت مش عايزة حاجة خالص لانك انت تحس ان انت بتتغسلي بنور نظر ربنا اليك وخاصة ان الصلاة صلة بين العبد ورب لما تخلي كل صلاة من الصلاة بهذه الطريقة هتحس بالخشوع لما تحس ان انت بتقرأ القرآن ربنا بيكلمك هتحس بالذوق وحلوة الصلاة واحد قعد يقرأ في كل الصلاة الجهرية كان يقرأ ببسم الله الرحمن يقرأ بصورة الإخلاص فلما سألوه انت ليه بتصري ان انت تصلي بصورة الإخلاص قال سفة الرحمن فحضرت النبي قال له اخبروه بأن الله يحبه يبقى انت عدوء حلوة الصلاة لو عملت كده نعم يبقى اذا احنا لازم نفهم ان الصلاة ليست صلاة بنعيش فيها بمعنى واحد بس الصلاة دي جنة الحياة الصلاة دي الكنز اللي جاينا من قابقى وسيني او قادنا الصلاة هي الوصل اللي بيننا وبين الله يا رب اجعلنا دايما نذوق حلوة الصلاة ونكون من اهل الحفاظ على الصلاة في كل وقت وحي احنا اتكلمنا النهاردة عن الجفوة ما تخلوش بينكم وبين احبابكم جفوة عارفين ليه؟ لان اللي بيملك جفوة دي بينك وبين احبابك اذا انت خدت المبادرة وخيرهما الذي يبدأوا بالسلام وخيرهما الذي يقطعوا هذه الجفوة على طول هتحس بان ربنا بيجري الخير على قلبك وهتحس بان ربنا مدد ربنا بينزل عليك عايز تحس بمدد ربنا ما تسيبش شريك حياتك تلتهم المسافات ما تسيبش شريك حياتك يتراكم عليه التراكمات ما تخلوش يتردم تحت التراكمات انت لو عملت كده انت احيت قلبي انسان هو هتسيب حد الجفوة تلتهمه لان لو التهمته الجفوة هيحس ان حياته ومشاعره ومحبته التهمتها شيء هو مش شايفه ولا حسه ولا قادر يمسكه وبيحس ان شريك حياته كان كان هو بالنسبة له ما بيسويش حاجة لو انك انت بس ركست وقلت لشريك حياتك كلام حلو وامتنت له وحاولت بقدر الامكان تكون قريب منه وتعملوا اشياء جيدة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمكم يا رب اجعلنا من اهل الارادة ومن اهل القدرة ان احنا نزيل المسافات بكرمك وجودك يا ربنا اللهم اكرمنا بمددك لنقطع هذه المسافات ونكون دايما من اهل البركات يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اكرمنا بالود على الدوام يا رب العالمين اشتركوا في القناة